اللغات هي وسيلة التعبير الأساسية عن الأفكار والمشاعر وبتعكس ثقافات الشعوب وتاريخهم كل اللغة لها قواعدها والجديات الخاصة اللي بتنظم استخدامها وتحديد شكل الكلمات وترتيب الجمل لما بنقارن بين لغتين مختلفتين زي العربية والبرتغالية مثلا بنقدر نلاحظ الاختلافات والتشابهات في القواعد الحروف، الصرف، والتركيب المقارنة دي مهمة مش بس عشان تساعدك في أنك تتكلم لغة برتغالية لأنك تفهمها وتستوعبها في وقت أقل القواعد هي الأساس اللي بينظم استخدام اللغة لو قارننا القواعد بين لغة برتغالية والعربية هنلاقي اختلافات وتشابهات كتير وده هيساعدنا أن نتعلم بسرعة لغة برتغالية تعالوا بي أن نتكلم عن الجانب الرئيسية للقواعد أول حاجة هديلي بيها الحروف الأبجادية في اللغة العربية عندنا 28 حرف بنكتب اللغة العربية من اليمين للشمال كل حرف ليه أربع أشكال حسب ما كانوا في الكلمة سواء في البداية في الوسط في النهاية أو حتى حروف من فاصلة بالنسبة للغة برتغالية اللغة برتغالية فيها 26 حرف بنكتبها من الشمال لليمين كل حرف ليه شكل واحد بس مع اختلافات النطق حسب موقعي في الكلمة أو لو عليه السنتو أو تشكيل الدرس ده عبارة عن نبزة من كتاب Gramatica Portuguesa Paranisianches Arabes أو تعلم قواعد اللغة برتغالية للعرب ده كتاب من سلسلة تعلم اللغة برتغالية بتتعلم من خلاله كل قواعد اللغة برتغالية الكتب متاحة لأي مكان في العالم وهي السلسلة الوحيدة اللي بتعلم اللغة برتغالية باللغة العربية ولو حارب تعلم كل شيء في اللغة برتغالية باللغة لغاية الاحتراف تقدر تشترك في دوراتنا المكثفة اللي بتعلمك اللغة برتغالية لغاية الاحتراف ودي عبارة عن تمام مستويات بتأهلك سواء للمعيشة شغل اختبرات جنسية أو حتى للدراسة هسيب لينكات الكورسات والكتب في الديسكريبشن يلا بينا نكمل الدرس الصرف في اللغة العربية عندنا الجزور السلسية الكلمات في اللغة العربية عادة بتتكون من جزور من ثلاث حروف زي مثلا كتبة عندنا برضو اللواحق بنستخدم البديئات واللواحق عشان نكون الأزمنة والأشكال الإسمية المختلفة بالإضافة لعندنا الجامع وده فيه كلمات كتير الجامع بتاعها غير منتظم بالنسبة لبرتغالية في بديئات واللواحق بنستخدمها عشان نكون معاني جديدة ونصرف الأفعال عندنا برضو الجامع في اللغة العربية عادة بنضيف حرف الآسي أو الآس في آخر الكلمة بالنسبة لجنس الكلمات عندنا كلمات مذكرة ومؤنثة ولازم يقافيه متبقة نحوية زي اللوحة العربية بالزبط مثلا كلمة كتاب بمعنى ليفرو كتب بنحط حرف الآسي في الآخر بتبقى ليفروس في مثلا أما ينتهي الكلمة بحرف الآهي زي كلمة مرأة أو امرأة بمعنى مولير بنحط حرفين الآسي في الآخر بتبقى موليرس كلمة رجل بتنتهي بحرف الآني فهنا بنغير آخر حرف الآني لحرف الآني أو الآن ونحط حرف الآسي بتبقى رجال بمعنى تالت مقارنة عندنا بتبقى في التركيب تركيب اللغة العربية من حيث ترتيب الكلمات اللي هو الترتيب الشفاقة في اللغة العربية اللي احنا عارفينه الفعل والفاعل بإضافة لما فعل به وبرده ممكن في اللغة العربية منلاقي الفاعل وبعد كده الفعل وبعد كده مفعول به تاني حاجة بعد ترتيب الكلمات بيقى فيه مطابقة يعني مطابقة بين الجنس والعدد مهم جدا في اللغة العربية بالنسبة يوبرتو غالية ترتيب الكلمات عندنا ترتيب الشائع اللي هو الصحيح وهو الفاعل وبعد كده الفاعل وبعد كده مفعول به مثال على كده مثلا ما تقول الولد بيأكل تفاحة بمعنى يبقى هنا بتدين بالفعل اللي هو امنينو وبعد كده الفعل اللي هو كومي وبعد كده مفعول به مصا اللي هي تفاحة مثال تاني البنت بتقرأ كتاب يبقى عندنا الفعل اللي هي البنت بعد كده عندنا الفعل اللي هو فعل يقرأ وبعد كده عندنا المفعول به ام ليفرو اللي هو كتاب في الوبرتو غالية برضو في مطابقة بين الجنس والعدد زي اللي هو عربية بالزبط يبقى بين الفعل والفعل ويما فعل به ما زى ما تقول بنت جميلة منينة ليندا منينة كلمة مؤنسة وليندا كلمة مؤنسة ولد زكي منينو اسبرتو منينو اسبرتو منينو كلمة مفرد مذكر اسبرتو زكي كلمة مفرد مذكر زي اللي هو العربية بالزبط رابع مقارنة عندنا اللي هي تصريف الأفعال في العربية بالنسبة للأزمانة الأفعال بتتصرف المضارع الماضي ومستقبل التصريف بيعتمد على الجزر السلاسي وبيتغير حسب الشخص الجنس والعدد الأفعال بتتقسم لضعيفة قوية حسب وجود حرف العلة بالنسبة لبرتغالية الأزمانة الأفعال فيها بتتصرف في الحاضر والماضي عندنا برضو مشتقات الأزمانة زي الماضي التام الإجادة التام وهكذا بالنسبة للمستقبل مثلا عندنا مستقبل بسيط المستقبل الشرطي والأزمانة المركبة التصريف في اللوبرتغالية بيتغير حسب الشخص العدد وأحيانا حسب الجنس طبعا عندنا أفعال عادية وأفعال شازة والأفعال الشازة لازم تحفظها مثال في زمن المضارع في اللوبرتغالية أنا بتكلم أو فعلو أنت بتكلم وصفالة في الماضي نفس الفعل الفعل أتحدث أنا كلمت أو فلي أنت اتكلمت وصفالة دايبا بيتم تصريف في آخر الفعل في المستقبل أنا هتكلم أنت هتكلم وصفالة خمس مقارنة عندنا هي المطابقة في اللغة العربية عندنا نوعين من المطابقة عندنا مطابقة اسمية ومطابقة فعلية المطابقة الاسمية زي أسماء وصفات وبيتم تطابق فيها في الجنس والعدد المطابقة الفعلية الأفعال لازم تتطابق مع الفعل في الجنس والعدد بالنسبة للأوبرتغالية عندنا برضو مطابقتين اللي هم المطابقة الاسمية لازم لأسماء الصفات وأدوات التعريف والضمائر تتطبق مع الجنس والعدد بالنسبة لمنطبقة الفاعلية الأفعال لازم تتطبق مع الفاعل في الشخص ويعلتها نشوف أمثلة عايز أقول كتاب ممتع زي ما أنت شايف كلمة ليبرو اسم بمعنى كتاب كلمة مذكرة عشان كده بيتم التطابق مع أدات التعريف المذكرة المفردة اللي هي O لأن كلمة ليبرو بمعنى كتاب كلمة مفردة مذكرة وزي ما أنت شايف هنا الصفة بتكون مطابقة للإسم المذكر المفرد اللي هي لو حطناها في الجمع فإحنا هنزود اسي في نهاية كل كلمة بالإضافة لتصريف الفاعل في الجمع هتبقى كده يبقى هنا في مطابقة عملنا استخدمنا أدات التعريف المذكرة الجمع اللي هي أوس ليفروس حطنا حرف الاسي في الآخر عشان تتطابق مع أدوات التعريف وبعد كده الصفة بتبقى جمع مذكر زي ما أنت شايف كلمة مؤنسة فعل التعريف بتبقى مفردة مؤنسة وبالتالي الصفة بتبقى مؤنسة وبردو التطابق بيبقى في الفعل بيبقى مفرد حاولتو حطها في الجمع هنضيف حرف اسي أو اس في نهاية كل كلمة بالإضافة لتتعريف ونصرف فعل يكون هتبقى كده هسيب الدرس مكتوب وتمارين على الدرس إن شاء الله أسفل الفيديو هشوفك الدرس الجاي إن شاء الله اتلوغو شاو